اشتركوا في القناة او حتى من جمهورها كل اللي بيحبوني دي كانت الأغنية اللي رصدت من خلالها رحلتها مع المرض وتعافيها منه ومسندت أهلها وأصدقائها لها أثناء فترة المرض إليسا أكدت أن تعافيها من المرض كان بمسندت عديد من الأصدقاء وقالت أنتم السبب وراء قوتي وصحتي وهذه القصة هي عشان أقول لكم شكرا لكل من يحبني الكليب الجديد للفنانة إليسا وأعلانها خبر مرضها حاز على تعاطف كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم من المتابعين وزملائها اللي حرصوا على مسندتها ومنهم الفنانة سيرين عبدالنور واللي وجهت كلمات لمسندة إليسا عبر تويتر وقالت الحمد لله على سلامتك بحبك قد الدنيا كلها على فكرة بكيت لاشبعت من الحزن ومن الفرح سوى قد ترخير الله دي سيرين عبدالنور أما الفنانة مايا دياب فأكدت على مؤذرة إليسا وقالت وعيت اليوم على كليب إليسا الجديد واللي بيحكي عن خضها معركة سرطان الثدي فيلم مؤثر جدا من امرأة حقيقية عانت ولكن بقيت إليسا القوي وغرادت كمان الفنانة كندة علوش كل التحية لإليسا الشجاعة القوية اللي تغلبت على محنتها من غير استعراض أو ابتزاز وغراد الفنان حسين الجسمي على حسابه لو أردنا اليوم أن نختار للعزيمة اسم آخر سنطلق عليه إليسا الحمد لله على سلامتك عزيزتي وغرادت المطربة شرين عبد الوهاب ألف ألف سلامة عليك وإن شاء الله ربنا معاك وانت قوية وبإذن الله كله حيعدي وألف سلامة وكلنا جنبك وجهة إليسا طبعا شكر لأصدقائها اللي سندوها في الوصول للشفاء وعبر كتير من محبيها على تويتر على تضامنهم مع المغنية اللبنانية مؤكدين على سعادتهم البلغة لشفاءها من هذا المرض طبعا بنتمنى لها كل شفاء ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة